أهلاً وسهلاً بكم أعزاء الطلاب مع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية عنوان الدرس خط الرقعة الفاء والقاف لطلاب الصف الخامس أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يتعرف معايير كتابة الفاء والقاف في خط الرقعة وأن يحاكي كتابة بعض الكلمات المكتوبة بخط الرقعة وأخيراً أن يكتب بخط الرقعة جملاً مكتوبة بخط النسخ فهيا بنا عزيزي الطالب تعال نستذكر أهم مميزات خط الرقعة من خلال وضع إشارة صح جانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ جانب العبارة غير الصحيحة ما رأيك؟ أحسنت عبارة صحيحة والرقاع بكسر الراء مفردها رقعة وهي القطعة من الورق أو الجلد يكتب عليها يستخدم خط الرقعة في الكتابة اليومية ممتاز عبارة صحيحة وأخيراً يلجأ إليه إذا كان الكلام كثيراً والمساحة ضيقة رائع أيضاً عبارة صحيحة تأمل الحروف الثلاثة التي أمامك الواو والفاء والقاف ما الشيء المشترك بينها؟ فكر جيداً أحسنت أسمعك تقول رأس الواو هو نفسه رأس الفاء ورأس القاف تأمل أيضاً صورة الحرف الذي أمامك إنه حرف الباء ما الحرف الذي يشبه جسمه طبق حرف الباء؟ أحسنت الحرف هو الفاء تأمل أيضاً صورة الحرف الذي أمامك إنه حرف النون ما الحرف الذي يشبه جسمه كأس حرف النون؟ أحسنت أسمعك تقول حرف القاف وبعد هذه الأسئلة الاستنتاجية إليك عزيز الطالب صورة حرف الفاء المفردة كتابة الفاء المفردة نلاحظ معاً خطوات كتابة حرف الفاء نبدأ برسم رأس الواو ونلاحظ أنها مطموسة ثم ننتقل إلى طبق الباء ونأخذ تقوسها ونلاحظ أنها كتبت على السطر ثم نضع النقطة فينتج عندنا حرف الفاء ونلاحظ كذلك خطوات كتابة حرف القاف نبدأ برسم رأس الواو أيضاً ونلاحظ أنها مطموسة ثم ننتقل إلى كأس النون ونأخذ تقوسها بميلها إلى اليسار قليلاً ونلاحظ أنها كتبت على السطر أيضاً ثم نعلق النقطتين في الطرف فينتج عندنا حرف القاف والآن هيا بنا عزيز الطالب لنتعرف أشكال حرف الفاء في مواقع الكلمة المختلفة في بداية الكلمة ووسطها وآخرها نلاحظ الفاء في بداية الكلمة متصلةً بما بعدها لها نصف جسم الباء ومثالها كلمة فأر ونلاحظها كذلك في وسط الكلمة متصلةً بما قبلها وما بعدها رأسٌ بلا رقبة ونلاحظ أن الفاء هنا جاءت مفرغة وهي تختلف عن الفاء في أول الكلمة يا بطل لاحظ لقد كانت مطموسةً عندما جاءت في بداية الكلمة أما الآن فهي مفرغة من الداخل ومثالها كلمة أحسنت مفيد وفي آخر الكلمة متصلةً بما قبلها تشبه الفاء في وسط الكلمة أي أنها بلا رقبة ثم تأخذ طبق الباء ونلاحظ أن في رأسها فراغاً أي أنها غير مطموسة ومثالها كلمة أحسنت أحسنت مختلف والآن يا بطل أحضر ورقة وأوقف المقطع وحاكي كتابة هذه الكلمات التي أمامك لتتدرب على كتابة حرف الفاء في حالاته المختلفة والآن مع أشكال حرف القاف أيضاً في مواقع الكلمة المختلفة في بداية الكلمة ووسطها وآخرها ونلاحظ أنها تتشابه مع الفاء في حالتين هما أحسنت في بداية الكلمة ووسطها حيث إنهما تتشابهان في الرأس والرقبة والجسم والفارق بينهما هو النقاط نلاحظ القاف في بداية الكلمة متصلة بما بعدها ومطموصة الرأس انظر يا بطل بما قبلها بما قبلها وما بعدها ومثالها كلمة يتشابه يتشابه كذلك مع حرف الفاء اذا جاء في وسط الكلمة فإنه يأتي مفرغاً ألم تلاحظ ذلك يا بطل؟ أحسنت بارك الله فيك أما في آخر الكلمة فتأتي متصلة كهذه القاف أو منفصلة عما قبلها كما مر قبل قليل فكأنها هي المفردة والرأس مطموسة والرقبة صغيرة مع تقوس النون ونلاحظ أن رأسها مطموسة ومثالها كلمة أحسنت طريق والآن يا بطل هل لاحظت الفرق بين القاف والفاء في آخر الكلمة؟ أحسنت أنت رائع القاف في آخر الكلمة تكتب مطموسة أما الفاء فإنها تأتي في نهاية الكلمة مفرغة والآن هيا يا بطل على الورقة نفسها التي بين يديك حاكي كتابة هذه الكلمات وبعد الشرح المطول لحالات الفاء والقاف وأشكالها في مواقع الكلمة المختلفة لابد أنك قد توصلت عزيزي الطالب إلى بعض الاستنتاجات التي تتعلق بحرفي الفاء والقاف فمنها مثلا أحسنت ألفاء والقاف في أول الكلمة تكونان مطموستين ومنها ألفاء والقاف في وسط الكلمة تكونان غير مطموستين هكذا ومنها أيضا ألفاء تكون غير مطموست في آخر الكلمة هكذا وأخيرا ألفاء ألفاء تكون غير مطموست في آخر الكلمة هكذا أما الآن عزيزي الطالب اقرأ العبارة الآتية قراءة جهرية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها التفاؤل يصنع طريق السعادة والتفوق ما معنى التفاؤل في العبارة السابقة؟ فكر جيدا أحسنت التفاؤل هو استعداد نفسي يهيئنا لرؤية جانب الخير في الأشياء والاطمئنان إلى الحياة ما النتائج المترتبة على التفاؤل؟ كما فهمت من العبارة؟ أحسنت أسمعك تقول التفاؤل يساعد على تحمل مصاعب الحياة وهو طريق للسعادة والتفوق وأخيرا هل يكفي التفاؤل وحده للوصول إلى السعادة والتفوق؟ بالتأكيد لا فالتفاؤل يجب أن يكون مصحوبا بالأخذ بالأسباب وبذل الجهد المطلوب والآن عزيز الطالب أمامك العبارة التي قرأناها وقد كتبت بخط النسخ لعلك تلاحظ ذلك إذن ما المطلوب منا؟ حسنا سنعيد كتابتها بخط الرقعة وسأقدم لك نموذجا لذلك فلاحظ التغييرات التي ستطرأ في أثناء الكتابة على شكل الأحرف هيا بناء نلاحظ أن الواوى في خط الرقعة لا تنزل عن السطر ونلاحظ كذلك ارتفاع العين عن السطر مع حرف الصاد قبلها وفي كلمة الطريق الطاء مرتفعة عن السطر وسبب ذلك حتى لا تنزل الراء بعدها عن السطر والقاف مكموسة ومكتوبة على السطر ونلاحظ نقطتي القاف كيف كتبت وأخيرا في كلمة التفوق سنلاحظ ارتفاع اللام والتاء والفاء لمناسبة الواوى التي لا تنزل عن السطر ولا تنسى عزيزي أيضا نقطتي القاف المعلقتين في طرف جسم القاف المطموسة هذا هو النموذج مكتوبا وقد بدأنا بكتابته من الأسفل كما يشير السهم إليه أطلب منك عزيزي الطالب أن توقف المقطع كي تتدرب على كتابة النموذج ثلاث مرات من الأسفل إلى الأعلى وتحكيه محاكاة تامة وفي كل مرة يجب أن تكون الكتابة أحسن من التي قبلها هيا بنا وإليك نموذجا آخر عزيزي الطالب تابع الفيديو الذي أمامك إلى آخره محاولا اكتشاف الفروقات بين الجملتين الجملة هي بيت شعري مشهور لمن؟ أحسنت للشاعر أحمد شوقي يمدح فيه المعلم قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا موسيقى اتواف الشعر! حول البيت الشعري من خط النسخ إلى خط الرقعة مراعياً الدقة في رسم الحروف والمسافات بين الكلمات واستفد من النموذج الذي سيعرض أمامك هذا هو النموذج وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وذلك بعد أن قمنا بعدة أشياء فتعرفنا معايير كتابة الفاء والقاف في خط الرقعة وكتبنا بعض الكلمات المكتوبة بخط الرقعة وأخيراً كتبنا جملاً بخط الرقعة كانت مكتوبة بخط النسخ شكراً لك عزيزي الطالب وإلى اللقاء